الحقيقة طبعا يعني برحب بكم جميعا الاول واتمنى لكم التوفيق والنجاح الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة هم فيه على كل الموضوعات واتمنى انتكونوا مركزين معايا شوية وبطلب للجميع انه هو يعمل ميوت طبعا الحقيقة مقرر البيوانفورماتيكس اسسوا عندنا دكتور محمد وردة وانا ملتزم بالمقرر زي ما دكتور محمد قدمه لان طبعا الفكرة كلها انه هو بيديكم قشور علم جبير جدا اللي هو علم المعلوماتية الحيوية او البيوانفورماتيكس فاحنا بيديكم ابسط حاجة ممكن ان انتو تتعرضوا ليها من خلال هذا العلم والحقيقة يمكن فيه بعض الجامعات زي جامعة النيل البيوانفورماتيكس ده برنامج للبكالريوس زي برنامج الطب البطري عندنا يعني اتمنى ان انتو تكونوا مركزين معايا بيهمنا الاول زي اي علم في الدنيا ان احنا نعرف الديفينيشنز والترمينولوجي اللي ليه علاقة بهذا العلم وبعد كده ايه الاهمية بتاعت علم البيوانفورماتيكس او اللي بنسميه المعلوماتية الحيوية حيامكن هزا العلم واحد من العلوم اللي ازا ركزت فيها شوية انت مش محتاج ادوات كتيرة عشان تتعلمه انت محتاج بس كمبيوتر يكون بكفاءة جيدة يعني يكون مثلا كور اي سيفن ولا حاجة بالنسبة البروسيسور ويكون برضك الرام بتاع الجهاز يكون عالي نسبيا وتبدأ فيه واحدة بواحدة ويمكن ده من الحاجات اللي انت ممكن تستثمت بيها وقتك في مرحلة الاجازة اللي انت ممكن تتعلم معنا حاجات تطور بيها نفسك وبرضوك حب انوه ان الحقيقة الان سي بي اي او الناشونالس شنتر فوربا تكنولوجي انفورميشن بيوفر مجموعة من التدريبات اللي انت ممكن تحصل عليها وتسافر امريكا علشان تاخدها مجانية هما بيدفعوكش فلوس فيها ولكن ما بيعملو لكش تمويل اقامتك في القطرة بتاعت التلاتة سريع ولا يعني بيساعدوك على اخذ الفيزا فاي واحد فيكم معاه فيزا بي وان بي تو للولايات المتحدة من الممكن ان هو يطلع يحضر تدريبه باكبر مكان اه لهذا العلم وهو الان سي بي اي الناشونالس شنتر فوربا تكنولوجي انفورميشن فتابعا ان انتو تحاولوا بقدر الامكان تحسنوا من معرفاتكم لهذا العلم احنا يديكم بداياته علشان ما نسخلش عليكم ولكن طبعا ممكن انا حتى بدي دورات تدريبية بصورة مستمرة اه من خلال الاماكن نشغال فيها في وعاوز اقول لحضرتك ان ان مسلا ممكن دورة تدريبية اه تاخدها في جمع تنيل اه تعدي تلاتين الف جنيه علشان تتعلم باي اونفورماتيكس ومرضوك انوه ان باي اونفورماتيكس بيتعطى في كليات زي كليات اه علوم الحاسب والزكاء الاصطناعي واحنا طبعا يعني لا اخفي على حضرتكم سرا احنا عايشين زمن الزكاء الاصطناعي فطبعا يعني الزكاء الاصطناعي ده لازم ان يصحبوا زكاء بشري يعني يعني مش هينفع يبقى فيه زكاء اصطناعي وغباء بشري فاتمنى ان انتو تاخدوا الموضوع دوت بجدية وان هو يبقى يعني فتح ليكم لان انتو كلكم لازم الله هتتعربوا للي هدقونه النهاردة سواء حضرتك اتخركت من كلات الطب البطري تسجل المجلسير بتاعك في قسم المعدية او قسم البطنة او الجراحة هبصت لقيك بترجع تاني وتستخدم الادوات بتاعت البيونفورماتيكس فنبدأ بإذن الله الموضوعات اللي هنتكلم فيها اول حاجة البيونفورماتيكس بساطة هو ايه الحقيقة هو علم بيجمع ما بين مجموعة من المعرفة اللي خاصة به العلوم البيولوجي زي البيوكيميسري والفيسيولوجي والاناتومي والستيم سيل والامبيريولوجي مع الكمبيوتشن ساينس والستيستيكس فنقطة التلاقي هذه العلوم مع بعضها بتبدأ تدي ما يسمى البيونفورماتيكس حقيقة ان البيونفورماتيكس ممكن نلخصه بصورة ابسط وهو استخدام مجموعة من التولز اللي هي عبارة عن software programs designed to interpret data generated من research work حصل في مجال البيولوجي to extrapolate انها تستنتج معنى هذا الكلام هي اهميته يعني ممكن نعمل جنريشن لكملا نهائي من العلاقات ما بين البروتينات وبعضيها او ما بين الماسنجر RNA بتاع عدد 20 ألف جين ونبدأ ان الكورليات مع بعض نقول والله لو الجين دوة تزاد ايه اللي هيقل من العشرين ألف وايه اللي هيزيد من العشرين ألف وايه اللي مش هيتأثر فعشان كده الديفنيشن بتاعه ممكن نلخصه ونبسطه انه هو interdisciplinar field اللي بيه بتعمل حاجة من اتنين اما انت تنتج software او تستخدم software tool علشان تفهم البيولوجكال دي ده البيولوجكال دي ده بتبقى large للدرجة اللي بيها لو حاولت تفهمها لوحدك من غير مساعدة algorithm software مش هتقدر تفهمها فالحقيقة علم البيوفورماتيكس بيقدم لنا اجابة على اسئلة كتيرة جدا كان من الصعب ان انت توصل لها نتيجة ان الديتا لتكون large وcomplex فانت هو يقدر يبسطها لك وخصوصا ان احنا بيبقى الكلام ده انتو بتحتاجوه كمان لما تبدأ تشتغل في مجال النيوتريشن وتبدأ تشوف تأثير بعض النيوتريشن على الانسان او الحيوان فازاي تعمل حاجة اسمها البرينس والكونبينانت آلسل انك تبدأ تشوف تأثير العلاقات ببعضها يعني انت بديت مثلا نوع من التغذية من الحيوان الفلاني طب الحيوان لما خدي التغذية دي دي قصرت عنده على العضلات قد ايه طب اني نوع من العضلات اللي اتقصرت هل هي البرينسل في الفراخ ولا الصاي مصل طب انا من قد عاوز البرينسل تكون اكتر طب ايه المعاملات اللي ايه لما تغير لي جين بتاع الميوسين والاكتين بروتينز انها تخليها تجاه البرينسل اكتر من الصاي فالحقيقة البيونفورماتيكس واحد من العلوم الممتعة للغاية وزي ما اكدت الحراكة وعيد تاني ان هو مش محتاج منك معمل يكون في اجهزة بمليار جنيه علشان تطلع ديتا لا ده خالص ده هو ممكن الجهاز اللي حرك بالفعل بتستخدمه في ديتك يكون كباب القناف ان انت تطلع منه ديتا دول يا دكتور انا يا راجل هطلع طبيب بيه طريق ومش هستفد من الكلام ده في اي حاجة ويعني انا مش عارف انا خدت المادة دي عشان انجح وانا مش عارف ان هستفد بيه في ايه طبعا هو النجاح ده شيء مهم يعني انت تجيب درجات وتتبقى تاخد جي بي ايه كويس دي حاجة كويسة ومهمة ولكن انت كده كده انت بتدرس هذه العلوم لازم تفهم كويس هتعمل بيها ايه فانت كفيترينيريان النهاردة انت مش فيترينيريان بتاع زمان اللي هو بيدراعه ويعمل وخلاص وكده يقول كل حاجة تبا النهاردة احنا في زمان الصناعة المكسفة يعني انت النهاردة ما بقيتش الدكتور بتاع الفراخ اللي بيجيله فرختين ويعالجه مخلاص ولكن انت النهاردة بتشخص الامراض الفيروسية والبكتيرية في المنزرعة بيه تقنيات زي تقنيات الريل تايم بي سي ارسو ما تعمل سيكوانسنج عشان تشوف الفكسين دوت اللي انت اديته هو قده اثر جيد ولا مداش اثر جيد لان جرعة الفكسين الواحدة بمبلغ من المال بيوصد الى واحد دولار احيانا فانا لما احط مبلغ واحد دولار في فرخة تكون من الجدود او الامهات فانا بحط المبلغ ده عشان نلاقي في الاخر ريسبونس اميون ريسبونس طبعا قبولي للفكسين ورافضي للفكسين ده احيان بيبقى مبني على ان انا عمل سيكوانسنج ليه الفيروس عشان اشوف السيميلاريتي ما بين الفكسين والفيلد سترين كذلك في عملية التشخيص نفسها ان انا استخدم الفكسين ده اقبله او ارفضه او ان انا حدد الاصابة موجودة ولا دوت عمره عن فيروس الفكسين نفسه اللي انا حقانته كل دوت مفيش اجابة ليه بيتتم مقالة من خلال علم البايوانفورماتيكس اللي هو واحد العلوم السريعة جدا جدا في النمو وكل يوم في داتا بتستخدم المعلوماتية الحيوية في الاجابة على اهميتها يعني ان نهاردة في سنة 2003 لما ويليام كلينتون اللي هو اسمو بيل كلينتون كان رئيس للجواة المتحدة الامريكية وقف قدام الكونجرس الامريكي وقال now we know what God have written in this book but we don't understand it بعد ما مشروع الهومان بروجيكت جينوم بروجيكت خلص وبقت فيه عندي السيكونس بتاعة النيكلوتايد موجودة ومكتوبة فهو قال انا لاتي معايا الكتاب اللي مكتوب فيه النيكلوتايد سيكونس بتاعة الانسان بس احنا مش فهمين منه حاجة وهنا جي الكلام بقى فيه في ان يعني هنعمل ايه بالداتا دي فكان الاجابة الوحيدة ان انتخلق علم خاص لتحليد الداتا وهو علم طب انا حب اكد لحضراتكم ان انا عامل واحد للمعاد بتاع تمانية ونص وعامل المعاد اللي بعد منه فرق ساعة علشان خاطر زمالكم اللي مش هتقدر تدخل طلوقتي تدخل في المعاد التاني فبالاضافة ان انا مش عامل اه يعني حيس ان انا ما عطلش حد اللي هيدخل هيدخل على طول مباشرة تجاوبوا على زمالكم اللي بيسألوا على موضوع دخول البقاء فالحقيقة ان بيخدم جدا على وعلى طبعا العلوم الطبية البيطرية غير الطب البيطرية لان احنا بنقسم العلوم الطبية البيطرية الى مستويين مستوى بنسميه مستوى ومستوى نسميه طبعا الجزئية دي في غاية الاهمية ان علوم الطب البيطرية اشمل واوسع من الطب البيطرية نفسه يعني علوم الطبية البيطرية اوسع من فكرة الطب البيطرية كمان الحقيقيا يمكن كلية الطب البيطرية جامعة الكاهرة حاوت واحتوت اقدم مركز للتكنولوجيا الحيوية في مصر قاطبة اللي هو مركز رحوش وخدمات الطب آآ البايتكنولوجي بكلية طب البطري جامعة القاهرة وعندنا آآ يعني آآ اسادزة التكنولوجيا الحيوية آآ اللي في مصر كلهم الحقيقة ان هم آآ بدأوا معانا بكلية طب البطري علم التكنولوجيا الحيوية اللي كتير جدا من القطباء البطريين بيشتغلوا فيه والان انا بشرف ان انا يعني فترة كنت مدير مركز التكنولوجيا الحيوية يعني قبل منتقل لكلية تانية آآ فطبعا البيوانفورماتكس بيخدم على كل الفروع اللي ليها علاقة بالتكنولوجيا الحيوية او والبيوتكنولوجي واللي دخل فيها البيوتكنولوجي دا بنقسمه لفروع عديدة منها الاجريكالشيال بايتكنولوجي المارين بايتكنولوجي الفرماسيوتيكال بايتكنولوجي والميديكال بايتكنولوجي كل الفروع دي بقى نقدر نقسمها بقى الطب الوقائي أو البرفينتيف ميديسين والنيوتريشنال والميكروبيولوجيكال والدراج ديفيلوبمنت فدي أهمية كبيرة جدا لينا بالنسبة لي البيونفورماتيكس الحقيقة بيخدم جدا في جزء الخاص بالفيتريني فيكسينز ويمكن برضو أحيطت حضراتكم جميعا علما أن مصر في الأولى الأخيرة أنشأت مدينة اللقاحات والتكنولوجيا الحيوية وشيء مؤسف للغاية أن أنتم كأجيال من دي بيسين الطب البطري عندنا مش مهتمين بالتكنولوجيا الحيوية في حين أن يمكن أكبر واحد في مصر في مجال صناعة اللقاحات البيطارية والبشرية هو أستاذكم وأستاذي أستاذ الدكتور مجد السيد اللي هو يعتبر مطور علم الفاكسينات في مصر من خلال مصنعه سم بعد كده تأسيسه لي يوفاك الأولاني اللي هو المصنع الأول لمصنع ميفاك ثم بعد ذلك مصنع يوفاك كالحقيقة أنتم بتخسروا العديد من الفرص في الوظائف لأن أنتم بتتعاملوا مع الطب البطري يعني أن الطب البطري سماء تتحط على كلب وده تقزيم لهذه المهنة لأن أكبر حاجة وأعظم حاجة في هذه المهنة هو مكافحة الأوبئة البيطارية اللي بخص الحيوانات وكذلك احتماية الإنسان من الأمراض واحتماية الإنسان من الأمراض دي بتيجي بتحصين الحيوانات تجاه الأمراض ديت زي مرض الريبيز أو مرض السعار واللي بيصيب كل الهوط لب أليمان كل الحيوانات ذات الدم الحار ما بيصيبش بس التعبين يعني كفاءة التعبين يعني أنيابها فيها سم فما بقياش سم بقى والسعار يمكن أنا كنت بتابع أحد الحالات اللي هي مصابة بمرض السعار للحصان وأمر صعب جدا لأنه مالوش علاج هو لي بس وقاية يعني مرض السعار إذا الإنسان أو الحيوان مصيب به مالوش علاج خلاص إذا حصل إصابة به الفيروس بتاع الريبيز فبالتالي مفيش أي علاج ولا الإنسان ولا الحيوان ولكن هو الفكسنيشن الفكسنيشن عندنا ن speed of vaccination قبل الإصابة والعرض وفيه vaccination بعد الإصابة والعرض مباشرة ففي الحالتين مفيش علاج مفيش علاج لو الإنسان أو الحيوان جالوا هاي المرض فخلاص هي توفى فطبعا الحل الوحيد والمفيد هو نحن نقلل من أعداد الحيوانات المصابة أو المعرضة لخطر الإصابة من خلال إنتاج الباكسينات زي باكسين الريبيز وده بيستدعي تماما أن أنت تكون متعلم كويس بايو انفروماتيكس حقيقة أن البايو انفروماتيكس كواحد يعتبر فرعا من فروع البيتكنولوجي هو الحقيقة بيستلزم منك إذا تفهم تطبيقاته لأن كل حاجة فيه بتبقى مبنية على فكرة أنت بتخدم على إيه بالظبط فبيدخل في فروع الميديسين بأنواحها والأجريكالشور والجزء بتاع الاندستيريا البايو تيكنولوجي زي الباكسين بروداكشن والحقيقة أن البايو انفروماتيكس يعتبر جزء من أهم الكورسز اللي احنا بيديها لداريسي البايو تيكنولوجي سواء في مرحلة الاندرجراد أو مرحلة البوستجراد في الماسترز وبي اتش دي بالإضافة إلى أن واحد من العلوم اللي انت بيبقى فيها سيلف ليرنينج عالي جدا وبردك أنا بحمسكم وحفزكم أن أنتو تبقى الكورس دوت أنا سعيد أن هو اتوجد في قولة الطب البتر جامعة القاهرة توقتي دي السنة الثالثة وطبعا يعني أنتم محظوظين وأقصر حظة من زمايلكم اللي ما تعرفوش على البايو انفروماتيكس لأن طبعا هو عين تقدر تطبقه بدون تكلفة يعني أنت عشان تفهم العلوم الأخرى محتاج تروح المزرعة وتدخل الحظيرة وتقعد مع الحيوان وتتعرض لخطورة وجهد وبعد المسافة بينما ما فيش أسرع ولا أسهل من أنت تقعد قدام البي سي بتاعك وتبدأ يعني تتعلم خطوات البايو انفروماتيكس فالحقيقة البايو انفروماتيكس برو جرام بتستخدم في حاجات كتيرة جدا منها نحن نعمل بين الجينز وبعضها عشان نعرف بتاعة أنواع المختلفة من الكائنات أصدها إيه وبعدين دي حاجة مهمة في البكتيريا بالنسبة لنا نحن نعرف بتاعة البكتيريا والعلاقات ما بين البكتيريا وبعضها وإزاي البكتيريا دي نشأت من بكتيريا تانية أصبحت مقاومة للمغضات الحيوية فاكتشاف الجينات بيعتمد بالفهم الجيد لعلم البايو انفروماتيكس من ضمن التطبيقات بقاعته برضو هو اللي انت بيساعد من خلال البيو تكنولوجي ان انت تفهم جيدا إزاي تتخلص من البكتيريا الضارة والبكتيريا اللي بتأثر على البيئة فطبعا أنا هستخدمها إزاي وهتفهمها إزاي إنها تتخلص من بعض أنواع الهيفي ميتلز أو كذا لازم نفهم الجينوم بتاعها دوا بيطلع مسنجروني بيطلع بروتينات عبارة عن إنزيمات بتدخل في متابوليك باسويز مختلفة طبع عشان نفهم كل ده نحتاجين إن هنا نستوعب علم البايو انفروماتيكس الطبيقات بتاعة البايو انفروماتيكس داخلة فيه فروحة أخرى من العلم زي الجينوميكس والترانسكريبتوميكس وبورديوميكس والبلايكوميكس والليبيدوميكس والميتابولوميكس وما بنقول أوميكس أوميكس مين جلوبل جلوبل يعني كل فإذا كنت بتشتغل على طهر ربع عشر جنات فأنت بتشتغل جين إكسبريشن من خلال الQRT-BCR أو QRealTimeBCR أما إذا كنت بتشتغل يعني عاوز تعرف الجينوم بتاع الكائن كله سواء بكتيريا أو فيروس أو human being أو animal أي إن كل الجينوم يبقى احنا بنتكلم كل دي نيه يبقى احنا بنتكلم على الجينوم والعلم اللي بيدرس الجينوم بينسميه جينوميكس أما العلم اللي بيدرس الماسنجر RNA تحديدا بتاعت كل الماسنجر RNA اللي في خلاية واحدة تحت ظروف معينة كل مش بعض يعني كل يعني أول يعني كل يعني مش عشر جينات مش عشرين جين ولكن البكتيريا الخلايا بتاعت الإنسان الخلايا بتاعت النباتات في المتوسط الخلايا بتعمل إكسبريشن لحوالي عشرين ألف جين في المتوسط ممكن يمتدوا إلى تلاتين واربعين ألف جين فبنقول في المتوسط عشرين ألف جين لما تدرس العشرين ألف جين كلهم وتشوف مستوى الإكسبريشن بتاعهم نقول جين إكسبريشن نحن نقول بابل تي بابل تي يعني ترانسكريشن ترانسكريشن فإذا كنت أنت بتدرس بتاعت عشرين ألف جين في خلايا معينة أو في تيشو معين تحت ظروف محددة يبقى أنت تدرس ترانسكريبتوميكس لو درست بتاعهم وهو بتاعت العشرين ألف جين يعني العشرين ألف بروتين مستواهم قد إيه إيه اللي زاد وإيه اللي أقل تحت ظروف الصحة أو المرض يبقى حضرتك بتدرس علم اسم والبروديوميكس والحقيقة ده كان تخصصي في الماسترز والبي اتش دي بعد كده آآ وطبعا ده علم من العلوم اللي بيعتمد بالأساس على لا يجوز ولا يصح ولن يكون في وسيلة لتحديد كل البروتينات من خلال ما تستخدم تقنية اسمها ده بتبقى مع اسمه ده بيخليك تبدأ تعمل البروتين والبروتين والميتيشن اللي ممكن تحصل فالحقيقة ان الكمبينيشن بين ادوات البيو المجتمعة تقدر تخليك تفهم هو ايه اللي حصل في المرض السلطان وده نتج عن ايه او ايه اللي حصل في المقاومة البكرية للمضوط الحيوية فكل ده بيبقى مبني على الفهم الجيد لعلم اللي بيدرس البروتيوم وتعريف البروتيوم هو كل اللي بيحصل تخليه معينة او نسيق محدد تحت ظروف الصقع او البرض فلازم نحدد ايه يعني الهيومان بروتيوم بيتغير في مرض الديابيت الهيومان بروتيوم بيتغير في الكنسر الانسجة البروتينات اللي بيحصل اللي بيحصل في الاخر اذا ربطنا البروتينز وتغيراتها مع الكربوهايدريت اللي مسكة معاها في صورة أو التغيرات بتاعة اللي هي عبارة عن الكربوهايدريت اللي هو الخلية فكده يبقى انت بتدرس كل الكربوهايدريت اللي تغيرت فده علم اسمه جلايكوميكس فدوت يوضح لك الجلايكون بتاع الخلية وده شيء مهم جدا لان السيريوسيبتر بالاساس جلايكو بروتيينز فالتناغو ما بين الخلية وبعضها أو بين الجزائيات الحيوية داخل الجسد والخلية فده بيبقى مبني على فهم الجيد لتغيرات اللي بتحصل في الجلايكون برض اللي هو الكربوهايدريت اللي موجودة في الخلية الاصعب بكتير جدا ان انت تفهمه هو الليبتز لان الليبتز اللي موجودة في الخلية مسؤولة على السلم برين انتجريتي وهي المحددة لحياة الخلية خلية عشان تبقى حية لازم تحافظ على حاجة اسمها اللي هي بتمنع ايه من الدخول وبتسمح بايه بالدخول فالفهم الجيد لكل الليبتز اللي موجودة في الخلية او موجودة في نسيج من الانسجة بيخضع لعلم اسمه وفاينالي بعيد عن كل اللي احنا قلناهم من بايو اكتف سابستانت انكلودينج الدين ايه والار اي نيه والبروتينز والكربوهدريت والليبت المنتجات اللي بتحصل نتيجة الميتابوليزم اللي بتحصل في جسمنا حضرتك ديرت تعرف ايه كل المتغيرات من نواتج الميتابوليزم طيب انت بتدرس الميتابولايتز سواء كانت سمول مولوكيو الليفل او العلاقات ما بينها ومن بعضها هفصول الپاثويز فده علم اسمه ميتابولوميكس عشان كده العلم اللي بيدرس الدي ان ايه هو علم بيدرس الجينوم اسمه وبيدرس الار ان ايه يبقى اسمه تحديدا المسنجر والعلم الليlek اسمه بتاع الخلية ولما ندرس بقى الميتابولايتز اللي بتحصل من عملية الميتابوليزم فكده احنا ندرس الميتابولومي الحقيقة ان الهيومان جينوم الغريب فيه ان اغلبه ليس منتج لمسنجر ريني الجزء المنتج فيه ده الجينات بينما الجزء الاكبر منه هو اللي بيبقى مسؤول عن تحديد مستوى الجين وبالتالي ما يكون عندي خمسة في المية من الهيومان جينوم انكود لي اكتف انزاين واثنين في المية منهم انكود لي اللي هي مسؤولة عن نقل الكربوهيدريت والكربوهيدريت اكثر تعقيدا من الامينو اصد لان امينو اصد عندنا عبارة عن 20 امينو اصد جين انكودت وعدد من الامينو اصد اللي بيسميها متابوليك امينو اصد فدراسة الجلايكوم شيء صعب جدا لان اضافة الجلايكامبر على البروتينز زي ما احنا شايفين من خلال الجلايكوزايل بيغير لي حتى البروتيوم بتاعي فدوة البروتينز قبل اضافة الجلايكامبرت ودوة البروتينز بعد ما تم الترانسفير للجلايكامبرت فطبعا الفهم الجيد لهذه الامور امر معقد للغاية حقيقة في نهاية التمانينات تم بناء واحد من اهم مصادر المعلومات في العالم وهو الناشنال سنتر فور باي تيكنولوجي انفورميشن الان سي بي اي والحقيقة انه هو خلق يعني الحقيقة انه بيرجع الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى سيناتر ليسترس اللي هو اساسا كان سيناتر الامريكي ويعني اي طلب من الكونجرس الامريكي انشاء مكتبة تكون متاحة لكل ناتف انجليش سبيكر حيث انه هو يقدر يوفر المعلومات للناس يعني انا لو انا مريض ديابيتس انا محتاج اعرف معلومات اكتر من الفيزت اللي بعملها لين? الطبيب البشر اللي بيديني معلومات شخص خمس ست دقايق انا عاوز اعرف مزيد من العلمات عن المرض اللي عندي في الحقيقة تم انشاء ومن خلاله تم انشاء اه او او بعد كده اللي اتطورت في هذه المكتبة الكبيرة العظيمة اتقسمت بقى الحقيقة من او بيتبعوا الناس 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 وفي النهاية اللي عندنا الان سي بي اي او مركز القومي للمعلومات البيوتيكنولوجي الحقيقة انا شرفت طبعا ان انا تواجدت فترة طويلة هناك بسيزدة اه 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 وكانت الفترة دي اكتر من رائعة لان اصقالت المهارات بتاعة الواحد في استخدام المعلومات الحيوية على مستويات مختلفة وهنستعرض مع بعض في وقت الان سي بي اي كموديل لبايو انفورماتيكس الحقيقة ان فيه كروس رهيب جدا في اه الديتا اللي بتتوفر انخلال اللي بنسنيه احنا الويتلاب وورك ويتلاب يعني حركة تنسك ميكروبيت بيت وبعارك امبوبة وبعندك محليل وتجنريت ديتا ديتا بتطلع كتير جدا جدا بالنسبة لنا وخصوصا بعد اختراع ما يسمى فده عندي مليارات بقت متاحة بالنسبة لك طب عملت بيها ايه بعد ما بقت موجودة بالنسبة لك حقيقة الان سي بي اي وفر جين بانك جين بانك وليس جين بانك جين بانك جين جيني بقى فيه ايه بعد الان الحقيقة ان الجين بانك بيعمل ارشيف لكل المعلومات اللي بتعمل بتعمل لها فبنقدر نقسم الديتا بيز اللي موجودة من خلاله الحقيقة فيه ديتا بيز كتير جدا غير الان سي بي اي حاليا زي الدين ايه ديتا بيز اوف جابان واليوروبية موليكة البيولوجي ديتا بيز احنا هنركز بس على الان سي بي اي كداتا بيز بالنسبة لنا وعدد الالجوريزم الموجودة فيه فيه عندنا الباب ميد وده عبارة عن بايوميديكاس ليتشير بايوميديكاس ليتشير يعني الابحاث اللي تم نشرها في المجال بتاع البيولوجيا عموما سواء كان ميديسين دينتل ارثوبيديك كل انواع البحوص اللي خاصة بيه البطنة والجراحة والموضية والكيميا الحيوية والفيسيولوجيا والتشريح كل العلوم اللي انت ممكن تعرف منها مصادر موسوقة بتبقى عبارة عن اه او مجلات رصينة محكمة من خلال محكمين هم عبارة عن علماء في التخصصات بتاعتهم فانت من خلال السرش على الجوجل انت ما بتقدرش توصل الى المعلومة الحقيقية ولكن بتوصل الى المعلومة المتوفرة بغض النظر اذا كانت هذه المعلومة مراجعة من علماء من عدم ومذلك الجوجل ما هواش وسيلة جيدة لمعرفة المعلومات لانه بيديك كل شيء سواء جيد او غير جيد عن الكلمة اللي انت بتعمل عليها على النقيد ده بيعتبر مصدر منصوخ منه للاستشهادات العلمية اللي بنسميها وملخصات سريعة جدا عن كل بحث او في دورية علمية اللي بنسميها المستخلص البحثي يعني البحث ده تيلخصولك يقولك ايه اهم ايه الموضوع اللي اشتغلوا عليه وايه اهم النتائج اللي حصلوا عليها وايه الكونكلوجين النهائي في هذا البحث فبتل لو بتسأل مثلا ايه هو مرض الهيموفيليا فهيقول لك والله البحث دوت عمل دراسة جينية عليه ولأ ان الجين فلاني هو المسؤول وان دوت نسبته في الميل قد كده وفي الفيميل قد كده فبيديك نهائي في صورة المستخدس ثم بعد كده وبعد كده وده بيدي يعني بيديك البحث كامل واغلبه بيكون طبعا متاح بدون اي رسوم ثم عندك وده بيديك فرصة من خلال الف تي بي سايت اللي نسميها الفايل تراسفير بورتوكول وبعد كده في عندك بوكس تعاوز تشير كتاب انت تخش على امازون لكن انت متاش عارف الكتاب ده جودته ايه نجل عشان الكتاب ده يكون موجود على ففي الحالة دي بيكون واحد من الكتب والتراستد والريفيود واللي تراجعت جيدا من علماء نيجي بعد كده في عندنا اللي هو ونفس الوضع بس في في عندنا ما يخص النكلوتايد بتديني في حاجات كتيرة فيها الفاصلة فيها جين بانك فيها وكذلك في عندنا سرش طول خاصة ببروتين في عندنا الجينوم يعني اي بتعمل بيبقى بعد كده علشان يبقى ثم في عندنا انت طلقت اللي عاوز تعرف زي بتاعه وبيدي للمتروفيس ديت حيس انت رحبت تعمل دراسة تشوف تأسير بعض المكونات عليها بدون ما تبقى في المعمل وتعزي البروتين وحط عليه المادة فانت ممكن تعمل للي يحصل في الانبوبة من خلال دراستك في عندنا التكسونومي ودي حاجة مهمة جدا ان التعريف والتسمية والتصنيف كل يوم فيها جديد تبعا للدراسات الجينية بتاعتها وكذلك فيه الاس ان بي او اللي عليها والحقيقة هي بتنطق سنيب يعني بتنطق سنيب يعني هي ككلمة وليس فقط اختصار فيه عندنا الجين ودو بيديني الانفورميشن اللي هي علاقة بالجين يعني الجين دو اتناشر اول مرة كاكتشاف جيني في مجلة اسمها ايه سنة كام من اللي عمل كده بتاعه وفيه عندنا الهومولوجين وده بتديني الهومولوجي بتاعت وعلاقاتها ببعضها وفيه عندنا الباب كيم كمباوند وده وبيديني بتاعه اي مادة من المواد اللي انت ممكن مش عارف بتاعتها قد ايه ماتاش عارف فانت عاوز تعرف الملتك تبريتش قد ايه الستورج الهازر بتاحها ايه فكل ده بيوفره لك فيه عندنا الباب كيم سابستانت وده وبيدين ريكوردس كاملة عن السابستانت اللي انت بتعمل عليها سيرش وعاوز تعرف معلومات سريعة عنها كذلك فيه عندنا الجينو بروجيك الجينو بروجيك ده بيبقى المشاريع اللي بتخص سواء الانيمال او الهومان جينو بروجيك دي بتبقى مشاريع كان في الاول بيدخل فيها عدد كبير جدا من المعامل من دول وبعد كده بقى فيه عندنا بقى كامل بروجيك وعندنا جينو بروجيك احنا هنا في مصر بدأنا الايجيبشن هومان جينو بروجيك ما بين مركز الطبي التجديدي بقوات المسلحة بالتعاون مع مدحف الحضارة وبدأنا بيه عدد من المعاملات المصرية للكشف عن الانسيستورز بتاع المصريين وطبعا من الامر ده فيه اجابة على حاجات كتير قوي للأسف كانت بتبقى لغة هل احنا مصريين ولا احنا اعبارة عن يونانين جوم مصر فترة من الفترات ثم اعقابهم يعني مختلفة زي العرب وزي الاطراق وهكذا الحقيقة ان مصر مهتمية جدا تلوقتي انها تجاوب على السؤال المهم وهو اصل المصريين من ناحية الجينية ايه باجابات احنا اللي ننتجها كمصريين مش نستنى ان الغرب هو اللي يقولك انت المصري اصله ايه ودوب بيرد برضك على حاجات تانية مش بس ان انت تعرف الريس بتاعك وتعرف اصلك ولكن ايه الجينات اللي بيها علاقة بالامراض بتاعت المصريين اللي انت فيش حد يجي حلك مشاكلة فيه عندنا بعد كده الجين ودوب بيبدأ يعني تجمعات من اللي هي بعد كده فيه عندي اللي هي بعد كده فيه عندنا طبعا انتو حضراتكو خدتو في البروتينز في التيرم اللي فات يعني ايه موتيب ويعني ايه دومين في تركيب البروتين ثم بعد كده فيه عندنا الحاجات بيكون لها مجتمعة مع بعضها بتحتاج منك خلفية جيدة في علم والبيو كيميسري بمعنى اخر ان انت اذا ما كنتش جيد في مجال والبيو كيميسري والبيو كيميسري فمن الصعب عليك فهم هذه الامور وزيك احنا بنحاول بصورة وباخرى ان احنا نشرح كل تيرمينولوجي ده باستفادة كاملة في علم الموليكولر البيولوجي وبعض الشابترز اللي نديها لك فيما يخص البروتينز والنيوكليك اسد في مادة الموليكولر البيو كيميسري ومادة الميتابوليزم الانترفيس بتاع الان سي بي آي زي ما حضرتكم شايفين تلوقتي بيبقى موجود فيه جزئية خاصة بول ديتابيز واذا احنا اختارنا بالقول ديتابيز دي هنلاقي كل الكلام اللي كنا بنتكلم عليه فاذا اختارنا منها حاجة زي الام اي اس اتش او البوكس تقدر حضرتك بصورة او باخرى عاوز بايو كيميسري بوكس فتقدر تحصل عليه بالإضافة لذلك ان حراك ممكن تبدأ تحصل على بعض المختلفة من خلال ان انت لو استخدمت الام اي اس اتش وطبعا يا رجاء الرجاء يا جماعة الاختصارات اختصارات يعني الاختصارات اختصارات فما حدش يقول لي مش يعني هي تكنيكة اللي اتزنط مش اتقول فهي الام اي اس اتش فلو كتبنا مثلا كلمة كوفيد فهيبدأ يطلع لي الناتج بتاع السيرش بتاعنا ويبدأ يديك معلومات كاملة عن الشيء اللي انت كنت تجهله تماما ويبدأ يوضح لك مجموعة من المعلومات وده شيء انت مطلوب منك ان انت فاذا اردت ان انت تختار معاه حاجة لها علاقة بالميتابوليزم يعني ايه في الكوفيد بيحصل معاه تغيرات في مجال الميتابوليزم وكذلك في التخصص بقيق بتاعك اللي هو الفيتريني فانت هتقدر تحصل على سيرش بيه كيوورد هيبقى فيها كوفيد مينتين ميتابوليزم اور ان يكون كوفيد مينتين مع فانت اذا اخترت هذي الاختيارات هيبقى متاح بالنسبة لك ان انت تقلل نواتج عملية السيرش اكيد انك بتعمل هيكون ناتج عملية السيرش بتاعتك دي دي بنسميها زي 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 ده بحث من البخوص اللي قدام منك البحث التاني بيتكلم على انت بالنسبة لك توقتي قللت السيرش النواتج بتاعتك كانت بتبقى كتير قوي وما هيش ريليفانت لي الشيء اللي انت بتدرسه وهتبقى نواتج الشغل بتاعتك في النهاية للبحث اللي انت فيه لو جينا بقى غيرنا واحنا هنا عندنا مثال للأرحاز بتاع دكتور محمد وردة كسابين المثال الحقيقة المحاضرة دي اللي بحضرها طبعا الدكتور محمد وردة وبطور محمد حقيقة مش بس رئيس القسم عندي ولكن هو استاذي اللي علمني كتير يعني انت المفروض تروقتي قطيحت ليك فرصة تتعلم تحت ايد عالم كبير زي دكتور محمد يريد تخش تبصه على الابحاث بتاعته اللي هي سايت او بيتم الاستشاد بيها في عديد من الابحاث الدولية المختلفة فانت ممكن تيجي تختار السرش بتاعك يبقى الباب ميد بدل ما انت بتتكلم على اقول دي تابيز ممكن تيجي هنا في الجزئية الخاصة دي الايه الباب ميد وتكتب محمد وردة فهيبدأ يطلع لك الابحاث بتاعته كلها يبقى انت كده بتاعته في الاوسر ودوا بيفرق معك كتير جدا يعني النهار ده لو انا متابع احد العلماء وعاوز اشوف بتاعته الجديدة ايه ليه لان العلماء دي بتبقى يعني مركزة في برانش معين من العلوم فانا لو كنت انا تابع لهؤلاء العلماء في هذا المجال فالحقيقة اسهل ان انا اعمل سيرش بيه باسمهم مش بيه السابجكت اللي بدور عليه لان انا بتابعوا ان انا يعني دي افتر دي ماشي في نفس المجال فانتو لو شايفين مثلا هنا كده لقي النواتج بتاعت السيرش تجلم على موضوعات كلها ريليتد لبعضها في مجال البروتيوميكس والجينوميكس لو خدنا مثال على ان انا هرجع وافتح البحث مسلا الاول فانا كده فتحت البحث الاول بالنسبة لي هبص لاقي فيه عندي المستخلص او لو بصت معايا هنا هلاقي فيه حاجة اسمه دي او اي لو انا معايا لو موجود معايا انا مش محتاج ان انا اعمل سيرش اساسا فبالنسبة لي فيه البابليكيشن تمام بيبقى فيه عندي دي او اي وده امر بتبقى من خلال المجلة او بنسميها الدورية العلمية اللي هي اساسا الدورية العلمية دي بتصدر بصورة دورية سواء في صورة انول سنوية او بتبقى كل كورتر من السنة او نصف سنوية عشان كيف سنوية دورية علمية بعض الناس تقول عنها مجلة عشان يعني تمام فالحقيقة ان الفهم الجيد لطريق البحث هي اللي هينتج عنها اه في النهاية ان انت تأثر وقتك فيه الحصول على المعلومة وزي ما اتفقنا ان هو عبارة عن في النهاية وهكذا يعني طيب نيجي بقى للجين بانك وانا يعني مسموش جين بانك الحقيقة اللي هي زيادة تمام فالحقيقة ان بيبقى من السهل جدا علينا لو انا عاوز اعرف بعينه ان انا ابدأ من خلال الجين بانك ابدأ اطلع داتا خاصة بهذا السيكونس فده بالنسبالي داتا سورس وهو افيلابل للبابلك مش افيلابل للعلماء فقط ولكن هو افيلابل ليكن تقعد في البيت تلوقتي ان انت تدخل تكتب الان سي بي اي ومن خلاله تدخل على بتاعت النكلوتايد وتدخل تجيب نكلوتايد سيكونس خاصة بارجانيزم معين او بموليكيول dna او rna او تبدأ تتكلم على جزئية بقى جوه هذا الجزئ بتاعت دي ايه عاوز كل الجينوم ولا عاوز او الحقيقة ان ده بيديك فرصة جبيرة جدا ان انت تتعرض ليه يمكن هو عبارة عن قاعدة بيانات الحقيقة بتوفر لك عدد كبير جدا ويتم اداع اللي انت بتشتغل عليها في الويتلاب في سوية من خلاله هو مجرد بس انت تعرف ده انت تقدر توصل ليه مو بشارة بدون اي مجهود ولا حتى تعمل بس بس بيه رقم الاداع اللي بيسميه الاكسيشن نامبر الاكسيشن نامبر لو انا النهاردة ده بالنسبة لي هنا بدل ما كان بقت لو وصينا مع بعض هنا هتلاقي فيه الاكسيشن نامبر دوت ده عبارة عن رقم الرقم ده بياخده الباحس اللي هو ساهم في بتاعت ولو بصينا مع بعض هتلاقي فيه عندي هنا جين بانك وهتلاقي فيه فاستا فورمات وهتلاقي فيه جرافيكال انترفيس يشرح لنا هو ديت موجودة في اه اه اذا تم تعديل اللي اللي سبميت لل فديبدأ ياخد عندي هنا ده نفس ايه ده وده بفيرجن وان طب اذا حصل على هذا هيبقى وفيرجن وفيرجن سري وهكذا فرقم التسجيل بالنسبالي هو عبارة عن الرقم اللي بياخده الباحس بحيث ان انت يبقى عندك الرقم ده بالصيرة الاول منه بيبقى مكوّم من حرفين مع خمس ارقام او حرف مع ستة ارقام تمام فالفيرجن بتاعته بيذكر فيه رقم التسجيل بالنسبالك وده بنسنينه الجين اه والحقيقة ان دي بتبقى وسيلة بتسهل لي جدا الحصول على المعلوم يبقى انا عندي دوت وبعد كده عندي بتاعته لو بصيت هنا تلاقي ان ده يبقى كده حصل على بتاعنا اللي بنتكلم عليه وهنا بالنسبالي النيكروطايد لينس بالنسبالنا هنا 1289 بسبير ونوع الموليكيوت بالنسبالي هو الماسنجر ر ار ايه وبعد كده بالنسبالي الجزء الخاص بالجين بانك وطريق اللي حصل فيه موديفيكيشن هنا اوجست 2002 لدي عندي خاص بيه الصورة بتاعت الجين بانك فورمات الهيدنج دي بتستعرض لي اول حاجة السيكونس ده بتاع ايه وصورة ايه هل هو دي ايه هل هو ار ايه طب نوع ار ايه ايه فلو بصينا مع بعض اينا هتلاقي هدي اللي كنا بتكلم عليه والفرجن بتاعه تمام وديفينيشن بتاعت السيكونس ده ايه السيكونس ده ودوت الاختصار المعتمد دي بحيس انه ما يحصلش كاختصار يبقى مش معروف في السيكونس فانت ممكن تعمل السيرش بعد كده بالاختصار الوسي ار اي اي بي وتحدد النوع هو ميسجر ار ايه اه فنيجي بقى الفيتشار بتاعته الفيتشار ايه الخواص بتاعت هذا السيكونس اللي هو اه من الممكن ان اول حاجة اه نحددها ايه الجين بتاعه ايه الجين وايه الكلاستر بتاعت النياز دي وبعد كده عندنا هنا لما يحصل هيتحول الى ايه في البروتين فهنا البروتين بيبدأ بين سيونين ازباردك بعد كده ايزوليوسين الاناين بعد كده ايزوليوسين تاني بعد كده هستيدين هستيدين برولين بعد كده تريبتوفان ايزوليوسين فده ده الامينو اسد سيكونس بتاع البروتين اللي هو من السيكونس ده والحقيقة ان السيكونس دوت يكون في سورة جينبانك فورمات في سورة من واحد الى ستين متقسمة عشرات يبقى عشر 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 يبقى عندي فيه ستين هم عبارة عن تنز وبعد كده ييجي الستين بعد منه لو بصينا بعد كده على الفاستا فورمات هنلاقي الفاستا فورمات بتاعته اللي هي البروتين والمسنجر والمي وبناء على كده الاجزاء اللي هي الكودد من السيكونس ديت وبعد كده الامينو اسد اللي ممكن تبقى مكونة بروتين او تبقى والاماكن بتاعت اللي موجودة عندي ومن الممكن ببساطة جديدة جدا ان انت تبدأ تعرف من خلال ان انت تدوس على الجزء من السيكونس اللي هو سي دي سي فبالنسبة لنا السيديز ديت بالنسبة لي بتديني لينك للسيكونس بتاعي انت تحدد انت عاوز توصل لاني جزء من السيكونس دوت فتنتقل بسرعة وبسهولة الى السيكونس اللي عاوز توصله وهنا ده بالنسبة لي اللي بيبقى حصل معنا انا عاوز اسأل حضراتكم انتوا معايا ولا انتوا نمتوا فياريت تحددولي موقعكو ايه معايا الحسن يكون بقى بشرح بنفسي وانتوا نمتوا خلاص ما حضرتك اتمنى تكونوا فاهمين حاجة ولا انتوا الدنيا بالنسبة لكم تايها ولا ايه الى حد ما يعني في فهم الى حد ما دي معناها فاهم ولا مش فاهم ايه يا دكتور فاهمين تمام طب حد يا جماعة في اللي فات ده وات مش فاهم حاجة حد حاس ان هو مش فاهم احنا بنتكلم على ايه طب اتطمن ان انتوا كويسين يعني طيب في حضرتك دكتور ما بتسأل في الشات ايه فضل اقول تاني ما اسمعتش اه كان في حد بيسأل على حاجة في الشات تقريبا بيسأل على حاجة في الشات انت اللي بتسأل على حد تاني حد تاني حضرتك طب الحد تاني ده يقول لي مش معانا هو ولا مش معانا طبعا لو كده حضرتك قوله يفتح المايجوس معين تحفظ ظروف معينة المقول ظروف معينة بدي امثلة عليها انا انسان سليم وفي واحد عنده مرض الديابيتس او مرض السكر يعني وهو بتعرض لتغيرات بتحصل في جسمه التغيرات دي بينتج عنها في النهاية ان البروتين اللي بتبقى الاكسبريس ده عنده في البنكرياس البيتا سيل او بنكرياس على سبيل المنسال بتبقى ناقصة في كمية البروتين بتاع الانسولين هل الانسولين بس اللي بيبقى ناقص عنده لا بتبقى الخلاية البروتين بتاعها بيبقى تغير طيب انا تلوقتي عاوز اعرف ايه التغيرات اللي بتحصل في البيتا سيل او بنكرياس في مرضى السكر ايه هي التغيرات اللي حصلت في المراحل المختلفة بتاعت المرض فعشان كده بنقول ان البروتيوم ده بيبقى عبارة عن كل البروتينز اللي اكسبريز بنوع معين من الخلايا زي انا بنقول كده بيت يا سلقب بانكرياس او نسيج محدد زي نسيج البانكرياس تحت ظروف المختلفة ظروف الصحة ظروف المرض لان انت لما بتصحى من نوم البروتيوم بتاعك بتغير بعد ما تصحى وانت نايم البروتيوم بتاعك بيتغير بعد ما تنام ليه? البروتيوم اللي بتغير ده ده جزء منك لان انت وانت نايم ما بتاكلش لو بتبقى صايم وما بتبقى صايم بتبقى في الفاستينج ستيت في الفاستينج ستيت بيبقى مفيش حاجة بيتم امتصاصها من الامعاء والمعدة بتاعتك ولذلك يفضل ان انت ما تاكلش وتنام لان لو انت كلت ونمت بتبقى مشكلة كبيرة جدا لان البروتينز اللي في الامعاء بتاعتك بدل ما بيحصل لها انتصاص بيحصل لها بيوتيفاكشن فانت لو انت صاحي عشان بتتكلم فلسانك ده بيتحرك ولسانك ده بيتحرك نتيجة تغيرات بتحصل في البروتين بتاع لسانك طب تنبقى لما تضوء بيسقط على عينيك البروتيوم بتاع عينيك ده بيتغير ولما بيتغير بتبدأ تشوف طب انت نايم انت ما بتشوفش وانت نايم فالبروتيوم بتاعك بتغير لان انت ما بتقومش بالوظيفة دي فان احنا بنقعد ندرس بالتغيرات اللي على مستوى كل البروتينز اللي حصلت في الصحة مقارنة بالمرض او في بكتيريا ما بتقومش مضادات الحيوية مقارنة ببكتيريا تانية بتقوم المضادات الحيوية اللي ظهر في البكتيريا اللي بتقوم المضادات الحيوية دي فانبدأ نعمل نعزي مقاومتها للمضادات الحيوية نتيجة انها ظهر فيها هذا البروتين او اختفى منها هذا البروتين لان احنا بنقول ان دي ان ايه هو اللذي يملي الاوامر يمليها في صورة ماسنجر ارنية لكن الماسنجر ارنية فسو ما بيعملش امر من الاوامر هو بينقل هذه الاوامر الى رايبوسوم حيث يوجد الوسيلة بتاعت ترجمة الاوامر اللي جاية في صورة نيكلوتايت الى امينو اسيد سيكونس مسكة مع بعضها في صورة بروتين ثم هذا البروتين عشان يبقى فانكشنا ربما يكون جلايكو بروتين فانحتاج جلايكام بارب فيبدأ يضاف اليه الجزء الكربوهيدريت اللي موجود من خلال عملية الجلايكيشن اللي بيتم في الجولجي اباريتوس فالجولجي اباريتوس بيقوم باضافة الكربوهيدريت ديت ثم يصدر هذا الجلايكو بروتين الى المكان بتاع العمل بتاعه ربما يكون المكان بتاع العمل بتاعه انه هو سير ريسيبتور فيطلع ويتصدر لهذا المكان ويقوم بالوظيفة يبقى الوظيفة البسيطة اللي بيتم في الخلية هي محتاجة سيل مشانري فاحنا الفهم الجيد لكل مرحلة من مراحل عمل الخلية ولكن على مستوى كل حاجة من هذا الجزء فاذا كان هذا الجزء هو الدين ايه بكل الدين ايه هو الجينوم والانسان فيه اتنين جينوم فيه جينوم بيرسه من الاب والام مجتمعين وهو النيوكليار جينوم وفيه جينوم يرسه من الامة فقط وهو الميتوكوندريا الجينوم فالجينوم بتاع النيوكليار جينوم ده يتناغم مع الميتوكوندريا الجينوم عشان يكمل نقص الميتوكوندريا الجينوم لان فيه كتير من الفورتينيات بتاعت الميتوكوندريا لا يحدث لها اكسبريشن من خلال الميتوكوندريا دي نيه ولكن بيحصل للمسنجر النيب على الديق النيب اللي موجود في النواة ثم يطلع هذا المسنجر النيب يروح يترجم ويتحول الى بروتين داخل الميتوكوندريا او يروح لريبوسوم ويترجم ويتحول الى بروتين ثم يدخل الخلايا وبقت مصادر البروتينز الموجودة جوال ميتوكوندريا دي متعدادة يبقى الميتوكوندريا البروتيوم قد يتأثر بالنيوكلير جينوم يبقى احنا بقى لو انا تلوتي اعاون اشوف اثر الميتوكوندريا على مثلا العضلة القلبية في مرض الزبحة الصدرية يبقى انا محتاج بروسيس كبيرة جدا افهم فيها الدي ايه بتاع الميتوكوندريا افهم فيها البروتينز بتاعت الميتوكوندريا سواء الاكسبريز من خلال الميتوكوندريا الدي ايه او من خلال النيوكلير دي ايه واشوف بقى البروتينز ديت اللي اتقصرت هي ميتوكوندريا الدي ايه بيز ولا نيوكلير دي ايه بيز فابدأ اعزي الامراض ديت الى الاصول الجينية بتاعتها. الفهم الجيد لهذا كامل من المعلومات وتناغمها مع بعض عشان يجاوب على سؤال واحد. هو ايه اللي حصل ونتج عنه المرض? ايه اللي حصل ونتج عنه المرض دوت البيولوجيكال كويسشن? وهذا الكويسشن هو بيبقى بالنسبانه. هو سؤال محط البحث. طبعا انا تلوقتي نتيجة ان الكم كبير جدا من المعلومات. بقيت محتاج استخدم ادوات. نسمي هذي الادوات ادوات المعلوماتية الحيوية. ونجيب على الاسئلة. طب الامر ده كله طرق كومي. يتدخل فيه الفهم الجيد للبيو كيميسري. زي واضح كده من اجابتي على سؤال حضراتكم. والموليكرا البيولوجي. وبعد كده نبدأ ندخل في اللي بيستخدم الالجوريزمز. الالجوريزم دي بتجاوب على اسئلة انت بتحطها في بتاعك. ولو حطيت السؤال غلط هتبقى الاجابة بالنسبة لك يا اما اوسع مما تريد. فاتتوهك او اديق مما تريد. فما يجيب لكش الشيء اللي للامر. فيحصل نتيجة ذلك ان انت ما تحصلش على الاجابة بتاعت سؤالك بسهولة ويوش. فمن اجل هذا اتعملت المكتبات القومية في عدد من الدول منها الولايات متحدة الامريكية زي الجزء الخاص بين آآ المركز القومي للمعلومات التكنولوجيا الحيوية. ثم اصبح العالم كله بيعمل ايداء على هذه المعلومات. لهذه البنوك. بنوك المعلومات. وبقى فيه وسائل محتاج ان انت تاخد المعلومة من هذا البنك. طب انا بقى في الوقت عشان ادخل البنك. واخد معلومة محتاجة افهم البناء بتاع البنك ده. اللي احنا كنا بنستعرضه من شوية. والادوات المتاحة التولز المختلفة. وكل واحد منهم اوار عن ايه? عشان عارف استخدمه. فاذا كنت انت مثلا حضرتك. انا جايب اقول لك النهاردة انت عشان تحصل على نتيجتك في كلية الطب المتر يا جامعة الكهيرة. محتاج تدخل على الويب سايت. الخاص بي. الايه? اه هذه النتيجة. الوقت ويب سايت الكلية. طب ادخل في اي حتة في ويب سايت الكلية عشان اخد المعلومة. طب انا مش عارف اساسا الويب سايت. ومعرفش النتيجة بتطلع عليه. ومعرفش ابع عامل بحس في اي حتة فمش اعرف النتيجة. احنا بنبسط لحضرتك تلوقتي اه توبو جرافيكال كده ايه هو الان سي بي اي وازاي تستخدمه. وازاي تعرف التولز المختلفة اللي موجودة فيه. اه اتمنى ان انتو مش لازم تكونوا طبعا يعني حكمكو على الاشياء يكون مبني عن الفهم. اه هندرد بيرسنت ليها. ولكن من الجميل ان انت تعرف اه معلومة عن كل حاجة. ثم ازا اردت ان انت تتخصص في علم المعلوماتية الحيوية. اجمل ما يميز هذا العلم ان فيه سيلف ليرنج. ان انت ممكن حركة تستفاد من الموبايل اللي في ايدك دوت. ومن النت اللي انت بتدفع تمنه. ان انت تاخد معلومة مفيدة يفيدك. وكمان تخليك تشارك في البحوث العلمية وانت في السن ده. يمكن حضراتكم. زي مايلكم اللي فيه الكليات النظيرة. اه اه لو انت في كندا او انت مسلا في بيرجينيا تيك في اه بتدرس طب بطري هناك. زميلك بيتخرج وعنده اه اتنين او تلاتة ببليكيشن. يعني اتنين او تلاتة من البحوث اللي انتاجهم او شارك في انتاجها. فبيلقى عنده سي بي. لكن انت بتطلع كاتب في سي بي بتاعتك اسمك. وطبعا ده امر اه خطير لان ده بيخليك تحصل على فرص اقل من العمل سواء داخل البلد او خارجها. اتمنى ان انت تكونوا بتستفادوا من اللي احنا بنقوله لكم ده. علشان اتمنى انتوا ان شاء الله باذن الله انتوا اللي بتقودوا صناعة انتاج الفكسينز في مصر انها صناعة وليدة ونائشقة ومتطورة وسريعة. ولن تكون طرف في هذه الصناعة الا اذا تعلمت كويس باي تكنولوجي وبايو كيميسترية وبايو كيميسترية وبايو انفرماتيكس. فانت مش هتطلع بس دكتور بيكشف على الكلاب والقطط وخلاص. انت حتى لو قلعت الدكتور بيكشف على الكلاب والقطط. فانت اختيارك للفكسينز وتقييمها علشان تكشف على الكلب ده او تتتتت لازم تفهم نوع الفكسين ايه? لان فيه كتير من الصبيونة اللي بتطلع حاليا. والحقيقة يعني اه 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 عشان تفهم الموضوع ده موضوع محتاج منك اه اه مجهود اكتر في انك تفهم البايو انفرماتيكس. هتمنى اكون جوابت على السؤال. طيب الحقيقة برضو انا يعني انا كنت مدي معادين لي اه اه ليكم ولزميلكم. اه فالحقيقة كده احنا دخلنا على معاد زميلكم. فانا بفكر ان انا انا كده كده عامل ريكوردنج لي المحاضرة. فمن الممكن ان انا ابعت لكم الرابط بتاعها. اه تبعتول زميلكم يعني ابعتولكم على الجروب بحيس ان حتى زميلكم اللي ما ادروش ان هم ما يحضروا يبقى خدم المحاضرة. ولو في عندهم اسئلة ممكن اعمل لكم معاد كلكم مجتمعين. الوقت اللي نسيبكم نجاوب على الاسئلة. نرجع تاني بقى للجزء الخاص بيه ال اه اه ال يونيك ايدنتفايرز اللي في يعني ايه يونيك ايدنتفايرز? يعني انا في الوقت السيكوانز اللي عندي ان دي النية او الارنية او التوتينز اه بنحتاج ان احنا نعمله ايدينيفيكيشن. لان احنا عندنا كتير جدا من البنوك بتاعت الداتابيز اللي هي بتاخد من بعض. يعني عندنا الجينبانك وده يخص ال اه ال ان سي بي اي وعندنا اليوروبيا الموليكرا بيولوجي لابوراتوري اللي هو ال اي ام بي ال. وعندنا ال دي اللي داتابيز اوف جابان اللي هو ال دي دي بي جي. ال دي دي بي جي. ده بيبقى بيتداخل مع الجينبانك واليوروبيا الموليكرا بيولوجي لابوراتوري في الجزئية الخاصة بالايدنتفاير. فما نيجي نبص الايدنتفاير بيبقى مكوناته ايه? بيبقى في عملي وان ليتر وبعد منه فايف دي جي. فبالتالي اه اه ده طريقة كتابة الايدنتفاير مش انت اللي بيكتبها ولكن اللي بيكتبها وبيحددها هي من الممكن يكون برضو علشان عدد الداتابيز كتر يبقى بادئ في وبعد كده اللي هم الحرفين اللي انت شايفهم ويعقوبهم بعد كده ايه? اه ست ارقام. اه نيجي ندخل في ما يخص بعض الداتابيز زي بتاع اللي هو اه اه البنك البروتينات اللي خاص بيه اه سويسرا نسميه سويس بروت. فالحقيقة ان طريقة الايدنتفاير بتاعته بتختلف. يكون عندك بيبدأ بالحرف ويعقوبه بعد كده الخمس ارقام. فيه عندنا العديد من اه اه الديتابيزز اللي كل حاجة فيها تميز السيكونس اللي احنا شغالين عليه. فالريفرانس السيكونس زي الريف سيك. ده بيبقى عبارة عن اه اتنين من الليدرز زي الان ام كده. واندرلاي اندرسكور اندرسكور وثم بعد ذلك بيبدأ الحروف بتاعتنا اللي بيستخدم فيها الست ارقام بتاعتنا. فدي بنسميها بالنسبة لنا اليونيك ايدنيفاير. اللي بنسميه اه 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 دي الحالات المختلفة. الارقام بتاعت الحصول على السيكونس المميز للنيكلوطايد او البروتين سيكونس على حسب الديتابيز. اه ناخد اه مثال انا تلوقتي عندي عاوز اعرف بتاع الجزء اللي هو هيتحول الى اه ماسنجر روتين. فالجزء الخاص اللي احنا بنتكلم عليه ده محتاجين انا اعرف منه الستارت كودون. طبعا الستارت كودون بيبقى ايو جي لما يكون ميسنجر روتين ايه. لكي لما يكون الى كومبليمنتري دي ايه او سي دي ايه. طب بدلا ما يبقى ايو جي هيبقى اي تي جي. لاني مفيش عندنا في الدي ايه الانيكلوطايد يو او ايجاد الستوب كودون. فيبقى انا عندي الجزء اللي جانا بيه في هذا سي قوانز هيبقى دي بدايته دي بالنسبة لي النهاية بتاعته. فانيجي نبص نلاقي ان السي قوانز اللي فات بيخصرين فيه الى لما هيطرجم ان شاء الله بإذن الله الى هيبقى بالنسبة لي الاي جي او اللي هو الاي وجي بالاساس يعني. هيديني ميسيونين أمينو أسد ثم يتتابع الكودون اللي هي الثلاثات لأن الكودون بيبقى عبارة عن تريبلت من النكلوطايد كل ثلاثة تتحول إلى الأمينو أسد المقابل بالنسبة لها يبقى أنا حصلت على الجزء اللي هو بدايته ATG ونهايته الجي تي اي اللي هو يخص بالنسبة لي الجي تي اي هنا ريبزينتينج جي و اي فده يبقى السيكوانس اللي هيبقى حصله ترانسليشن نيجي لواحد من أهم السيرش تول اللي موجودة في الـ NCBI اللي هو البيزيك لوكال سيرش تول وده هو بيديني السيميلاريتي اللي ما بين أجزاء في السيكوانس وبعبها السيكوانس ده ممكن يكون ممكن يكون بروتين سيكوانس فأنا تلوقتي عاوز أشوف جوه الداتابيز أنا عندي سيكوانس جنريتيد من الشغل بتاع الويتلات وعاوز أعمله مع الداتابيز اللي موجودة عندي ويشوف هو لإيه بالزبط يعني ما نيجي في مشكلة الكورونا تحديدا لما عملنا سيكوانس بالنانو بورس للفيروس اللي ما كانش دي اسم ساعتها فاتسمى بعدين الـ 2019 نوبل كورونا فيروس مش نعرف عنه حاجة فطلع معايا سيكوانس فأنا عاوز أعمله عشان هاعرف هو ييه بقى تبع أنا واحد فلما تعمله وكلمة دي يعني ان انت بتحط الأصلي ويجيب السيكوانس الجديد وتبدأ تماتش ما بين كل من المسيلة بتاعتها فبالتالي لو عندي هنا A وعندي هنا A يبقى A aligned مع A لو عندي هنا T وهنا T يبقى ديه كمان aligned وعند كده عندي هنا C وبعدين لقيت فيه عندي هنا A يبقى ديه ما حصلهاش online يبقى ديه بالنسبة لي مسماتش الدكروطايد. فالباسيك لوكالاللايمنت سيرش طول هو سيرش طول وظيفته الاساسية انه يحدد لي السيميلاريتي ما بين السيكونس اللي انا اه اه جنريت ليها او اللي انا بادريسها والسيكونس اللي اريدي تمي ادحها في ال ايه ال اه دي انيه داتا باز سواء الجينبانك بتاع ال او 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 اه فاي واحد من اللي انا بشتغل عليه. وبعدين يبدأ يشوفني عدي ايه هي شبيهة بيها. يعني انا تلوقتي عندي خرجت من دين ايه عملت له انا عاوز اعرف. عدي ايه ده يعني عدي ايه هو بني ادم. فابدأ القرن وبين اللي موجودة بتاعت البني ادم والبني قطة والبني كلب. فابوس انا لقيه ان هو بتاعته بتوصل تمانية وتسعين في المية مع بني ادم. تقول بس يبقى ده هو بني ادم. وما الايه الفروقات اللي حصلة ديت? الفروقات اللي ممكن تكون. دي من سميها ولزلك نيجي هنا لهذه الجزئية ونسأل سؤال. هو مش ممكن يكون مش بني ادم? اقول لك ممكن يكون مش بني ادم. ممكن يكون ده. الاتنين في المية ده رقم كبير جدا. هو مع البني ادم بنسبة تمانية وتسعين في المية. الاتنين في المية دولت رقم كبير. ليه? لان اصل الامر ان النيكلوتايد السيكوانس عادتها ثلاثة مليار نيكروتيدة. يعني تلات الاف مليون. فلما كل مية يكون في فرق اتنين عن بني ادم يبقى كل الف في عشرين. يبقى كل مليون هيبقى في عندي عشرين الف. يبقى كل مليار في عشرين مليون. يبقى انا في عندي ستين مليون نيكلوتايد ليمثله الاتنين في المية من الثلاثة مليار اللي هم الثلاثة الاف مليون. انت ممكن تبص الامر على ان الاتنين في المية ده رقم صغير. لكن حقيقة الامر هو رقم عظيم. رقم كبير. فبالنسبة لنا الستستيستيكال سيجنيفيكنس او هدي ايه الفرق ذو قيمة من عدمه ده بيحتاج مننا ان نعمل سيميلاريتي آآ آآ ديتريمينيشن ما بين كل سيكوانس والاخر علشان نحكم في الاخر هي البقعة دموية على الجدار دي آآ بتاعة القتيل اللي هو بني آدم ولا دوت عبارة عن ارنب والدبح من اجل تبقيق العدالة من اجل ان هو يعمل لي ديستراكشن عشان آآ اتوه في في الامر. ده رقم واحد. رقم اتنين انا دلاتي عندي بكتيريا وعندي بكتيريا شبيهة. فانا عوز اعرف هو البكتيريا اللي طالعة دي اللي هي شكلها ستريبتو كوكاي تحت الميكروسكوب. اه لا هي شمعنا الستريبتو كوكاي ديت. آآ آآ فيها انتيبيوتك ريزيستر. فبصة لا ان في عندي اختلاف في الجين. هذا الاختلاف نتج عنه ان بقى في عندي الانزيم بقى ليه مقدرة على ان هو يتكسر ويعمل لي الانتيبيوتك اللي ما كانش بيتكسر قبل كده. فبالتالي يعتبر واحد من اهم التولز اللي موجودة واللي بنستخدمها في حاجات كتيرة من ضمنها ان انا اعمل آآ نيكروتايت سيكوانس لسميه او البادئة والذي يستخدم في تقنية هامة اسمها البي سي ار وممكن يستخدم فيه تقنية احدى سنينها شوية اسمها وممكن يستخدم فيه تقنية فالحقيقة من فهم الجيد للستخدام واحد من اهم الحاجات اللي انت ممكن تعليمها بسهولة شديدة وانت اعتبتك. فالبرايمرز هي ايه? هي عبارة عن سيكوانس موجود في اللي انا ببحث جوه. يبقى اول شرط ليه هو موجود هذا النيكروتايت سيكوانس موجود. ماله يميز النيكروتايت سيكوانس اللي بتكلم عليه. عندي جين معين. فالجين هو عبارة عن دي النيكروتايت سيكوانس. تمام? فهذا الجين اللي هو دي انيكروتايت سيكوانس او اه البرودكت بتاعه اللي هو 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 عبارة عن ار انيكروتايت سيكوانس ماله انا عاوز ادور على جزء بيحدد قطعة من هذا القطعة اللي جوها ديت لها بداية ولها نهاية. فالبداية بتاعتها والنهاية بتاعتها اللي انا عاوز احدد الاطراف بتاعتها دي احتاج كزا حاجة. اول حاجة سيكوانس يكون موجود فيه النيكروتايت سيكوانس الكبير اللي هو بتاع جين من الجينات والياكون هذا الجين مسلا الاكتين. ايه الحتة اللي جوها الاكتين? تكون لها بداية ونهاية مميزة. انا ممكن اعد ادرس السيكوانس ده بنفسي واعد ابص على النيكروتايت باشوف ايه الحاجة اللي ما بتتكررش تاني. بقول شرط انها تكون موجودة. تاني شرط انها تكون ما بتتكررش تاني جوه هزا السيكوانس. والحاجة التالتة والاهم. ان لما ادور في كل ملقاش الجزئية دي بتتكرر برا هذا الجين. يعني ايه موجودة في الاكتين ثم هي ما بتتكررش جوه السيكوانس بتاع الاكتين. تاني هي موجودة مرة واحدة بس. فمميزة. ثم لما ادور بقى على جين تاني زي المايوسين ملاقاش فيها. ادور على جين زي الانزيمات المختلفة والبروتينات المختلفة. ملاقاش موجودة في الجلوبين ملاقاش موجودة في اي بروتين اخر. يبقى البرايمر بالنسبة لي هو عبارة عن سيكوانس. برايمر هو عبارة عن سيكوانس يعني نوكروتايد ورا بعضها. السيكوانس ده موجود في القطعة الكبيرة اللي ادور فيها. لقى يعبارة عن جين او قطعة من الجين. موجود. ثم لا يتكرر في هذه القطعة تاني. ولا يوجد ابدا في سيكوانس تاني بتاع جين تاني لأورجنيزم اخر. طيب. فبيبقى عندي تو برايمرز. فورورد وي ريفيرس برايمر. لو احنا جينا بصينا على البلاست ولو هو بيبقى موجود عندنا كاحد اللي اه خاصة بيه يعني فالحقيقة ان. فالخير. اه. اشتركوا في القناة 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 بقدروا نختار مجموعة من الاختيارات اللي ليها علاقة بالتاكسونومي الارجنزم اللي احنا بنشتغل عليه اسمه ايه والفورمات بتاعه اللي هي وبعد كده بنطلب عملية طبما بنطلب بيبدأ هو يعمل لي نتيجة السيرش بتاعتي ويبدأ يديني ما بين كل واحد والاخر فيبدأ يديني التابل التابل ده مكتوب في ايه اول حاجة ما تلاقي كلمة تتعرف ان ده مطلعش من نتيجة شغل في معمل ولكن هو تعمله انه هو من الممكن يبقى بروتين لم يتم اكتشافه ومتشارك مع اسم البروتين اللي قدامنا اللي هو عبارة عن بروتين الكامل اللي اسمه كريستالاين الفا نوعه بي والاختصار بتاعه سي ار واي اي بي تمام؟ ولان هذا البروتين ممكن يكون الماسنجر اني بتاعه بصور مختلفة في التشوز المختلفة ففي اكتر من تمام؟ والنوع بتاع السيبلاريتي بيكون مع الماسنجر اني فورم تمام؟ وممكن تلاقي النسبة التشارك ما بين كل سيكوانس والسيكوانس اللي انت لحزت عنه متحددة بالنسبة لي فيه الجدول اللي قدام حضرتك دوت في صورة اول حاجة الماكسمام سكور وبالتالي هو بيرتبهم لك اسم تصاعدياً فلما بيرتبهم لك تصاعدياً بيبدأ ايديك السكور يعني قد ايه هو ماتشد مع السيكوانس اللي انت بتدور عليه فهنا نسبة الماتشنج 100% بينما هي نسبة الماتشنج 75% هنا نسبة الماتشنج 80% والان احنا قلنا ان الامر كله بيبقى مبني على الاحصى وقلنا ان الاختلافات الصغيرة اللي انت تشوفها الصغيرة قد تكون احصائية للهول سيكوانس تكون كبيرة جداً فاحنا نعتمد على السكورينج علشان نقول هو السيكوانس ده اعرب لايه من كل اللي طلع لنا داول فالحقيقة بيبقى لنا هنا في الشرح الواضح ده بصورة اوضح يعني المسب بتاعت التوتل سكور بالنسبة لنا الماكس مام سكور في كل حالة من الحالات ولو بصينا هنا هنلاقي ان الجزء الخاص به الكاميلاس فرس فلامين ايه اللي هو ال اف ال ان ايه تلاقي هنا عندك التوتل سكور بالنسبة لك ستة وخمسين ونص بينما الماكس مام سكور طالع لك تلاتين واتنين بالعشرة ودوت بالنسبة لك رقم اخصائي انا التعبير عن السيميلاريتي اللي نستخدمه علشان نحسب حاجة اسمها ال اي فاليو اللي هي بتعبر لكل ما قلت على نسبة error المنخفضة وكل ما زالت بتعبر لي على نسبة error fellows فيلاقي لي نسبة الر soir反دي او الر尾 بالنسبة لي هنا اه 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 اتنين من 1000 اتنين من 1000 هنا بينما هنا نسبة الر organizations واحد وسبعة من عشرة في لمية فلا ايرور كبير لما أجي أقارن ما بين السيكونس ده والسيكونس ده. ستقول لي ما نسبة الايرور تقل معايا. يبقى عندي الكواري او ايه من السيكونس اللي انا دورت عليه. متماثل مع السيكونس الاساسي تزيد معنا. انت مش مطلوب من حضرتك انك تعرف كل كلمة موجودة في ولكن مطلوب منك انك تعرف الحاجات الاساسية اللي انا بتكلم فيها. فاذا قبلتك كلمة احنا مش شرحينها فاعرف ان احنا قصدين ان احنا ما نستلش على دماغك بالمفاهيم. فنقدر بعد كده ان احنا نوصل ليه اللي هو الشكل اللي حضراتكم شايفينه حاليا وهو عبارة عن ان انا بشوف تحديدا ايه من النكروطايد في السيكونس التاعتي انا انا اللي مقدمها مش السيكونس اللي انا بدور عليها اللي بعمل لها ماتشنج مع اللي موجود مين مع مين متماثل فلاقي هنا الجي ولاقي اصاب منها جي جي اصاب منها جي والاي ايه ايه وبعد كده ايه ايه فطبعا دي بالنسبالي بتبقى عملية ناتشنج ليه اللي تطايد سيكونس يا انتم انا ان انا اعرف سيكونس اللي خارجلي دول بتاع ايه وده امر مهم جدا لازم ان نعمله اه بعد ما نعمل سيكونسنج لاي مايكرو ارجانيزم سواء بكتيريا فيروسيز او لو بتكلم على اه ارجانيزم اكبر شوية زي بلانت او بتكلم على ارجانيزم اكبر زي اه كائب من الكائنات اللي بندرسها لما مايعمل سيكونسنج بطلعلي huge amount of data لو عملت لهاش انا بعد كده اه 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 يعني باي اونفورماتيكس مش هبقى استفدت حاجة من الشغل اللي عملته في المعمل لذلك هذا العلم بيخدم على المايكروبيولوجي والبيرولوجي والفيسيولوجي والبيوكيميسري والإمبريولوجي فانت مش مجرد بتاخد معايا النهاردة مقرر من المقررات اللي ممكن تقول يعني انا اخد اعمل بيها ايه لا طبعا تاخدها هتخدم عليك في فهمك بعد كده لعلوم الفيرولوجي والمايكروبيولوجي والفيسيولوجي والإبديميولوجي فياريت تحاول معايا جاهدا ان انت تبدأ تستخدم المختلفة دي لاني ده هيخدم عليك في الشغل فاحنا مادة بتسلمك للمادة اللي بعد منها فلو جينا بصينا على السيكونس التاع اللي احنا اخترناه اللي بناءا على ان هو الاكتر في الاسكور والاقل في الارور نبدأ نشوف بقى الداتا اللي طلعالي في صورة الجينبانك فورمات واذا انا ديت كليك على فاسطة فورمات مش هطلع لي كل الكلام اللي مكتوب دوت ولكن هيطلع لي السيكونس فقط فيبدأ يطلع لي البيانات اللي خاصة بتحديد هذا السيكونس فهنلاقي نديك بنسميها انوتيتد سيكونس الانوتيتد سيكونس ديت يعني السيكونس اللي بعت الاني سي بي اي البرسونيل اللي يشغلين فيه بدأوا يعملوه ويحددوا الاماكن بتاعت بداية الترانسكريبشن والاماكن بتاعت الترانسليشن والتروتين اللي طالع من عملية الام الترانسليشن ديت فلو جينا بصينا هنلاقي ان كل جزء من هزي الاجزاء يعني محطوط عليها برقم ورقم ده هايبرلينكد وتلاقيه في اللون الازرق دوت لو دوست عليه هيبدأ يطلع لك الجين اي دي ويبدأ يطلع لك التوتين اي دي ويبدأ يطلع لك الرفرنس سيكونس بتاعه فيبقى انت كده عندك سيكونس انوتيتد وتيجي هنا تبص معايا تلاقي هادي بداية السيكونس الاتجي وهادي نهاية السيكونس اللي هي تي اي جي وطبعا احنا انتفقنا عندها تسيني ايه من ماسنجر رانيه فبالتالي مفيش عندي الحرف اليو او النيكلوتايد اليروسيل بناخد مثال عندنا هنا ازاي تعمل ديزاين لبرايمر علشان تعمل تقنية مهمة جدا واسمها البوليمريزي تشين ري اكشن فيها عندنا سوفت ويرز كتير جدا موجودة افيلابل مجانية وفيه سوفت وير تبقى مربوطة بالاجهزة زي سوفت وير الحياة غالي مش رقيس السودين نيستار ولكن فيه برنامج عندنا اسم البرايمر سري افيلابل اونلاين ومتاح للجميع ببلاش خالص لو عندي سيكونس ازاي دوت وانت تقدر تاخد السيكونس دوت من خلال الباوربوينت بريزنتيشن اللي متاح لديك يعني وتبدأ تدخل على الجوجل تعمل سيرش عشان تجد السوفت وير اللي هو البرايمر سري سوفت وير ثم تلاقي ده الانترفيس بتاعه وده المكان المربع ده ده المكان اللي تحط فيه السيكونس وعدما تحط السيكونس بالنسبة لك بالمنظر ده الحقيقة ان انت هتبدأ تطلب بيك برايمرز فلما تطلب بيك برايمرز هيبدأ يطلع لك الشكل ده اللي هو عبارة عن مكاني نيكلوتايت سيكونس اللي ليها علاقة بالجزء المميز هيحدد لحضرتك الجزء اللي هيبقى بداية السيكونس وجزء النهاية السيكونس ويحدد لك مين فيهم اللي هيمسك فيه مين اللي هيمسك في كمان يبدأ يديك مجموعة من التاج اول حاجة فيها ده البوزيشن بتاع اللي هيبقى لليفت برايمر او بنسميه الريفيرس برايمر وده البوزيشن بيبقى عند النيكلوتيد رقم 261 يبدأ تمام؟ ويبقى طوله 20 نيكلوتايت وعلى النقيد الريف ترايمر هيبقى عند البوزيشن بتاع 437 والمسافة مين اللي اتنين وبعض هم اللي هيحددولي اللي هو عندي 5337 نيكلوتايت ويبينني هنا الميلتنج تنبريتشور الميلتنج تنبريتشور هي عبارة عن درجة الحرار اللي عندها خمسين في المية من الديق انه بيكون سندرستراند وخمسين في المية بيكون بابلستراند ودي درجة الحرارة اللي بعدين انا باستخدامها في حساب واللي عندها البرايمرز بتمسك ويحددلي AGC CONTENT اللي هو ADG وADC من اصل النيكلوتايت وهنا بيمسل خمسة خمسين في المية وبعدين بيبدأ بقى يحددلي في غاية الاهمية وهي فرصة ان البرايمرز دي تمسك مع بعضها بدل ما تمسك فيه الديق النيه اللي انت بتعمله بي سي ار وده بيسميه الهير بيني وهنا القيمة صفر ودي حاجة كويسة جدا في الديزاين البرايم وعدك انا بيديك السيكونس علشان تعمله order ويبقى متاح لديك ايه برضو كان احنا فيه عندنا البروتين داتا بانك والبروتين داتا بانك ده بيخليني ابدأ افهم البروتينز ازا كان اللي فات ده هو بيكلم على النيكلوتايت فانا من الممكن ان انا استخدم البروتين داتا بانك فيه ان انا اعرف اسماء البروتينات واعرف عائلتها واستخدمها في التعرف على جين انتولوجي بتاعتها والزيادات والنقص في الامراض نيجي بالنسبة لنا بقى للداتا بيز اللي بعد منها اللي بنسميها البابكين الحقيقة البابكين بتاهلنا ان احنا نعرف معلومات كثيرة جدا عن مادة من المواد وانا يمكن دكتور محمد كان حاطق الهيروين كواحد من المواد اللي هو بيجيها كمثال فالحقيقة ان البابكين اعتبر من الداتا بيز او قاعدة البيانات المزاب قيمة جدا مع الكيميكال موليكيوتز المختلفة وايه الاستخدامات بتاعتها وايه التطبيقات اللي ممكن حضرتك تستخد منها فاذا جينا مثلا هنا بقى على البروتين داتا بيز وكنابنا كلمة انسلو ريسيبتور فبدأ يطلع لي بقى البروتين اللي اسمه الانسلو ريسيبتور ويطلحوا لي دي سيرش ريزالت هنا مثلا مديني في البيج الواحدة سبعمية وتسعين ريزالت بداية كاملة تخص البروتين اللي انا كتبت عليه اللي اسمه الانسلو ريسيبتور ونتمنى لكم طبعا النجاح والتوفيق وخالص تحياتي لكم جميعا طبعا حضراتكم ممكن تتابعوا هذه المحاضرة على اليوتيوب هبعط لكم الرابط ومتشكل لكم واتمنى انتو تكونوا اه يعني استوعبتوا جزء من هذه المحاضرة وخالص تحياتي لكم بليها. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة